مساء الخير عليكم جميعا احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اول قانون في تاريخ النادي الاهلي للرياضة البدنية اللي هو بنقول علي دلوقتي لائحة وقلنا ان القانون ده ما سبش حاجة للصدفة قانون رعى فكرة تأسيس النادي الاهلي نادي لطلبة المدارس العليا ووضع ليهم نظام خاص في الاشتراكات عشان يشارك اكبر عدد من الطلبة وقلنا ان الليحة شجعت كمن المقيمين برا القاهرة على الانضمام للنادي وده ساهم بقدر كبير قوي في شعبية الاهل الجارفة في المحافظات وان المؤسسين رعوا ان النادي للشعب فلابد من تسهيل وتيسير سبل الانضمام للنادي كأول نادي شعبي في مصر وانهم وضعوا اساس كان سبب في اننا بعد 114 سنة بنفتح محاضر مجلس ادارته عشان نعرف سر الاهلي سر النادي الاكبر في افراقيا والشرق الاوسط سر نادي القرن ودلوقتي نفتح مع بعض محضر جلسة التلات 31 مارس 1980 على فكرة الجلسة دي كانت اطول جلسة من يوم ما بدأت جلسات اللجنة العليا للنادي جلسة شهدت حدثين في غاية الاهمية في تاريخ النادي الاهلي حنشوف مع بعض محضر جلسة 31 مارس 908 اجتمعت لجنة النادي الاهلي للرياضة البدنية في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء 31 مارس 908 في غرفة جناب الميستر ميشل انس بنظارة المالية وتحت رئاسته وبحضور صاحب السعادة امين سامي باشا واصحاب العزة عمر لطفي بيك وعلي ابو الفتوح بيك اعضاء ومحمد علي دولار بيك امين صندوق النادي ومحمد افند شريف سكرتير اللجنة وقال جناب الرئيس انه ايضا ينوب عن صاحبي العطوفة والسعادة ادريس بيك راغب وعزيز عزة باشا بمقتضى توكيلين بالكتابة منهما وقال عزتل عمر لطفي بيك انه ايضا ينوب عن سعادة اسماعيل سر باشا بمقتضى توكيل بالكتابة بدأت الجلسة بمفاجأة كبيرة قوي ميستر ميتشل انس رئيس اللجنة العليا اعلن الحاضرين انه خلاص حيسيب مصر وحيرجع بلده انجلترا ورغم ان عضاء اللجنة فجئوا برحيل ميستر ميتشل انس من مصر ولسه النادي ما تمش افتتاحه الا انهم كانوا عارفين ان ده هيحصل في يوم الايام وعشان كده ومن اليوم الاول للتأسيس كانوا عاملين حسابهم على يوم زي ده زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت الحساب البنكي باسم النادي والصرف عن طريق رئيس اللجنة العليا والسكرتير بمقتضى المنصب كمان جميع العقود مع الدولة كانت بتفويد من اللجنة لعمر لطفي بيك يعني كل شيء مترتب مفيش حاجة كده للصدفة يعني رحيل ميستر ميتشل انس مش هيأثر مستنديا على النادي في اي شيء كمان وده الاهم ان الارض خلاص اتخصصت للنادي وكل حاجة في النادي ماشي بسلاسة لبنائه وبدأت اجراءات الاستعداد لرحيل ميستر ميتشل انس طلبه من سكرتير اللجنة العليا محمد افندي شريف يجيب كل محاضر اللجنة العليا وارى محمد افندي شريف محاضر الجلسات من اول محضر جلسة 24 ابريل 1907 وقام اعضاء اللجنة العليا بالتوقيع عليها وعلى رأسهم ميستر ميتشل انس وكده اخدت المحاضر السبغة الرسمية وده كان اخر اجراء رسمي ام بميستر ميتشل انس في منصبه كرئيس اللجنة العليا للنادي الاهلي للرياضة البدنية يوم 31 مارس 908 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر